بين حكايات الزمان وألف ليلة وليلة تكمن حتوتة بسيطة في روعتها عميقة في تفاصيلها حتوتة حمام السوق الذي يروي حكايات قديمة من التاريخ الدمشقي استرخت على جدرانه العتيقة ونامت على قبابه الممشوقة هو ما كان شعبي كتير يعني مثل ما بيقوله لا الغني ولا الفقير وكل العالم بتقصده قبل كانوا كل الحارة في حمام هلأ بتلاقي أنه نسبان الحارة هنهم بس اللي بيروحوا على الحمام يستقبل الحمام زواره من النساء والرجال ويشاركون فيه الأفراح والطقوس المعتادة ومن هنا يبدأ الناس بالتعايش مع جو الحمام ليحولوه إلى صالة أفراح يقيمون فيها عياد الميلاد أو يستقبلون فيها عروس فيقومون بتحنية يديها والاحتفال بها قبل موعد الزفافة فيه ناس بيجيبوا معهم المجدرة على الحمام هي معروفة بيعملوا مثلا حفلات استقبال مثلا بيكون عازمة رفقاتها بيجوا على الحمام بيصير عنا حمام العروس هون بيبدأ ترسم حنة مثلا تجع الحمام يعني بيبدأ تعمل كل شيء رفاهية كاملة للست وللشاب بنفس الوقت يعني حتى فيه دور للشباب بعدنا الأكلات الشعبية الأعداد الرأس الغني الأشياء هم يحافظين عليها رغم ظروف الأزمة التي تعاني منها سوريا والتعب المسيطر على نفوس الكثيرين إلا أن حمام السوق أصبح مقصدا للناس يترددون إليه للتروح عن النفس وممارسة عادات قديمة وأحياء شيء من الماضي لإعادة روح الحياة إلى أنفسهم نحن بنجي هون كأنه رايحين على نزهة وفسحة لإلنا لما تنفسنا بدو ضغوط تعرضنا إلها وهذا أكبر إصرار أنه نحن لسانا من السعيد عراقتنا وأصالتنا بالحمامات وهذا شيء فخر إلنا ويمثل نحن حضارتنا وإننا دمشق طول عمرة مهد الحضارات هنا وضمن هذه الأجواء المفعمة بالحياة تخفو حكايات قديمة لتصحوا على نهار جديد يروي لنا أجمل القصص المخبأة في حمام السوق ترجمة نانسي قنقر